السلام و مرحبا بكم اللهم اصلي و سلام و مبارك على سيدنا محمد اليوم بش نعطيكم اتبارة مقارونة كذبية بالصالصة مع الجيج الروتي كيفية تفتيح الجيج الروتي سمحوني على صوتي اول حاجة كما تشوفوا لانا اخذت الجيج متاعي له و اراه و لحقيقة يزمكون بالجلدة متاعو لكن انا ما عادش نحب ناخو الجيج بالجلدة كما تعرفوا يعني فيها برشا برشا شحوم و بوكل شاين ما ما عادش نحب ناخو الجيج بالجلدة و ليت ناخوها مسلوخة كما تشوفوا لانا بتباعوا كل واحد و كيفية انا راني قبل الحقيقة ما كنتش يعني كنتوا توا بحطيت نفخ ذا متاع الجيج متاعي بتباعه بعد ما غصلتهم بالقارص بالبي بالبي اضفت عليه شوية الزيت كعبية عورت طبيعي و انا بش نفوح بالكليل الكليل اخضر كما تشوفوا لانا هكا و عنتي شوية تبلو كروية شوية كركم شوية فلفل احمر شوية ملح شوية زعتر مرحي و شوية احبق و شوية كمون كمونترد انا ما عنديش مطارد اعملت مطارد و حتى ما عنديش مطارد اعملت مطارد و حتى ما عنديش مطارد بطريق كما تشوفوا الهنا خلط المكونات المعبض والتدبيل امتاع الجيش و بعد ما بش ندخلهم للفرجيدير يقعدوا تقريبا ساعتين سمحوني على صوتي مرة اخرى كما قلت الكاميرانية معنات شوية برد التقس كما تشوفوا معناتها بنسبة للناس اللي في تونس وضفت نصف كعبة قرص عصرتها والباقي ربيتهم في الفوق الناس اللي عايشة في التور نستعرف شلو التقصي يعني التقصي صراحة متقلب برشا والوحد ولا ش ما جاي عن تهيخ هو بعد ما حطيتهم في الفريجيدير تقريبا ساعتين خرجتهم وتقوى حطيتهم في الطبق كما تشوفوا له هنا كما لا مالا حتى شاين لخضرة لا حتى شاين ما حشتيش لبخضرة لبحت شاين تشوفوا في القديم انا شوف نعمل به هذي كاتجاج انا شوف باقي التدبيلة حطيتها ملفوق حبيت نشكر الناس الكل اللي دخلت على الفيديو السابق واللي دعاة الاميرة بالشفاء نشكركم شكر خاص وشكرا شكرا جزيلا وعفوا بالحق معنيتها بالحق الناس للناس رحمة هنا كما تشوفوا خذيت البابي كويسان وغطيته ملفوق كما تشوفوا هكا ودخلته للفور على اعلى درجة يتيب حضروا ما بعنا السوس كما قلت لكم السوس كثابية يعني ما فيه حاجين اخذيت المقلة متاعي حطيت فيها زيت نعفوا حطيت فيها زيت وعندي تماطم غرفة ونص وعندي ثوم باش القشقشو كما تشوفوا هنا بالقشقشة هكا وعندي تماطم كما صبرتها معاكم المرة اللي فيتي تقبل رمضان فاضلي شوية يعني تماطم مرحية فاضلي شوية كما تعرفوا لازم معنيتها السوس جينا عاقلة شوية لازمني بزيدة تماطم عملتم غرفة ونص تماطم معجونة ومعاها هذيك الكمية امتاع تماطم اللي عندي ام خبية في المجمد زي وفيت تكملت معانيتها ما شاء الله وعندي اقرأ اكثر يعني من اربع شهور نخليكم الرابط في صندوق الوصف كيفاش معانيتها تصبروها تماطم ومجرالها حتى شاي الحقيقة بالنسبة للتماطم غالي شوية اما ان شاء الله نعود نعمل معكم تصبير تماطم ترخص شوية يعني اذا رخصت اكهو ننظيف الثوم عملت كمية به من الثوم الثوم بشين حين هذه القروسة متاع التماطم عملت تم غرفة وكما تشوفوا هنا روس شايح وعملت احبق وعملت تبلو كروية وملح وفلفل اسود وفلفل احمر نعمل بزيت فلفل احمر خاطر ان نحب المقارونة حرة شوية انتما بتبيعها حسب الضوء كما تشوفوا هنا وضفت رشة فلفل اسود نخلي المكونات متاعي كلهم يتقلي وكما تشوفوا هكا ومن بعديك بش ننظيف رقات رند صدقوني راه جيت ابنينا على الأخر هناك الكروس سوص للمقارونة خاصة وصفة قريب صغيرة لا تزور خطر السكر كيف ما تعرفوا انحية زادة كيف القروسة متاع تماطم الآن نجري غطيت على خطر بديت تطرش نقلي رش بطاطا نقلي رش بطاطا نقل جدا اصمد ó اشترك في القناة لايك 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 تنزلوا على هذيك الجيم واللايك بيش تحطوا لي لايك على الفيديو يعني تشجيعا لنا مفهما حتى يعني اضافة اخرى رايجي ستنك تشجعني بهذيك اللايك طابة المقارونة متاعي صفيتة حتيت الصوص وتوا في سحن التقديم حتيت المقارونة زكي العادة رشة الفلفل اسود شكون كيفي يعني حطة في اللاو حطة في اللاو خورة حطة في ديما الفلفل اسود نحبه كنعشقهم الفوق مع التلميك لا توا هذيك اطروف الجيش حطيتهم فوق المقارونة متاعي باش نزين بغرينات فلفل اخضر وكعبت البطاطا البطاطا هي بنينة برشة وخليكم الرابط في صندوق الوصف وهذه هكا كانت ادبارتنا لليوم استنيوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ونحبكم في الله باي باي وباسلامة اشتركوا في القناة